فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الأعزاء أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فاسألوا أهل الذكر يسعدنا في هذه الحلقة أن نستضيف فضيلة الدكتور أحمد سعيد حوى عضو أمناء المجلس الإسلامي السوري حياكم الله دكتور وأهلا ومرحبا بكم حياكم الله دكتور هذه الحلقة خصصناها للإجابة عن أسئلة الحج نبدأ بمعيتكم بالسؤال الأول يقول صاحبه هل العمرة فريضة على المسلم مثل الحج وهل يجوز القيام بأكثر من عمرة لغير المقيم في مكة ومن أينها؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه الشق الأول من السؤال بخصوص حكم العمرة طبعا الأمرة محل اتفاق أنها مشروعة ثابتة في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فمن حج البيت أو اعتمر أذكر أن هناك عبادة أو نسك اسمه الحج وعبادة أخرى أو نسك آخر اسمه العمرة لكن في خلاف من العلماء أن هل العمرة فعلا هي فريضة كما هو الحج مرة في الأمور أم أنها سنة؟ يعني ربما احتج الشافعي رحمه الله ببعض الأدلة أو بظواهر بعض الأدلة لكن الراجح فيما يبدو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم أن العمرة سنة سنة مؤكدة مرة في العمرة على الأقل ويبقى للشافعي اجتهاده في هذا الأمر الأمر فيه ساعة لكن وأنا أميل إلى هذا القول قول الجمهور لأن العمرة من جنس الحج فالفريضة هي الحج والعمرة نافلة كما أنه في الصلوات مثلا هناك فرائض الصلوات الخمسة وهناك نوافئ في الصيام هناك فريضة الصيام في رمضان هناك نوافئ في غير رمضان ويبدو من هذا الباب العمرة نسق من جنس الحج لكن لا تتقيد بوقت كما هو الحال في الحج فالحج هو الفريضة والعمرة هي النافلة الشق الثاني أنه هل للإنسان أن يكرر العمرة يلاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في كل حياته أو على الأقل طبعا نتكلم نحن عن مرحلة ما بعد الهجرة صحيح لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام إلا أربع مرات أنه اعتمر واحدة منها عمرة القضاء والمناحظ أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكرر العمرة في السفرة الواحدة يعني ما نقل أنه أتى بعمرتين لكن هل هذا يعني أنه لا يجوز الزيادة كما ظن البعض أو ذهب البعض ممكن أن نقول من أراد أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم يقتصر على عمرة واحدة في السفرة الواحدة لكن في المقابل أيضا نظر إلى عموم الأدلة التي يعني دلت على فضل أو فأفضلية العمرة وثوابها وأجرها الباب واسع مفتوح وأنا يمكن أن أجد جوابا لماذا لم يكرر النبي صلى الله عليه وسلم العمرة في السفرة الواحدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه قدوة صحيح فإذا كرر النبي صلى الله عليه وسلم سيكرر كل الناس سكرار العمرة أخي الكريم سيسبب إرباك وحرج يشق حرج للناس أولا يشق عليهم وحرج للمكان وأهل المكان صحيح أنه أخي الأقودات في غير يعني سواء في موسم الحج أو حتى في غيره هناك مواسم للعمرة أيضا صحيح يقلل فيها الملايين من المسلمين من شتى بقاع الأرض فلو أن كل واحد من هؤلاء قال أنا أريد أن أقلد النبي صلى الله عليه وسلم بعمرتين أو ثلاث في كل سفرة لا ألحق هذا حرجا بمكة وأهلها ذلك ممكن نفهم لماذا اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على عمرة لكن هذا لا يمنع طبعا نحن نقول أيضا ذكر العلماء أن العمرة التي ينال فيها الأجر الأكبر هي العمرة التي شد لها الرحال هذه التي يسميها العلماء العمرة الآفاقية يعني من جاء من الآفاق ومر على الميقات وأحرم لها العمرة الأخرى ستكون شبيهة بعمرتها المكة يعني يحرم من التنعيم أو أي حد من حدود الحرام المعروفة في مكة أو حول مكة وهنا يقال أن عمرة عائشة رضي الله عنها كانت بمثال التعويض عما فاتها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يعني أحرم من التنعيم أو أرسل معها آخاها لتحرم من التنعيم فكانت تعويض وبالمناسبة هي العمرة الوحيدة في تلك السفرة يعني لم تكرر عائشة رضي الله عنها عمرة أخرى إنما أتت بنسك الحج ثم أتت بالعمرة لأنه فاتتها العمرة قبل ذلك فالعلماء ينصحون أن يقتصر الإنسان لنفسه على عمرة واحدة ثم إن أراد التطوع أن يكثر من الصلاة والطواف بالبيت والطواف بالبيت عبادة وله فيها أجر إن شاء الله تعالى يبقى أن يقال إن إنسان يريد أن يأتي بعمرة ثانية لوالده لوالدته لا حرج في ذلك إن شاء الله وحتى عن الغير أي أن كان لا حرج إن شاء الله دكتور السائل يقول الآن ما حكم من أخر الحج بدون عذر وهو قادر ومستطيع هذه أيضا من المسألة الخلافية بين الفقهاء أنه هل الحج واجب على الفور أو أنه على التراخي وهناك أحاديث حقيقة شددت في هذا الأمر وأنا أميلي لهذا لأنه أخي الإنسان قد تتاح له فرصة في سنة من السنوات لا تتاح بعد ذلك فأنا بهمني الحكم الفقهي هنا أنه إذا أتيح لك الحج في سنة من السنوات ولم تحج ثم لم يتيسر لك بعد ذلك فقد لزمك الحج وصار دينا وبالتالي أنت ملزم أنه تفتش عن فرصة أخرى ما تيسرت أصبح دينا في ذمتك وعليك أن ترفع أو توصي من مالك لمن يحج نيابة عنك إذا ميت ولم تستطيع الحج لذلك نقول أنه أول فرصة تتاح للحج يمغي الإنسان أن يسارع ولا يعقل أن تشغله مشاغل الدنيا أو أي مشاغل أخرى إلا للضرورات طبعا أن تشغله عن الذهاب إلى الحج على كل هي مسألة اجتهادية طبعا دكتور هنا نحن نتحدث عن المستطيع طبعا طبعا مستطيع بشروطه إنه إنسان هو أصلا غير مستطيع لا يطالب لا يكلف فيه فالمستطيع هل يجب عليه في تلك السنة التي استطاع فيها أن يحج فورا في أول سنة أم أن الأمر فيه سعى باعتبار أن هذه العبادة هي فريضة العمر فارق بين فريضة السنة كرمضان وبين فريضة العمر مثل الحاج من هنا جاء خلاف الفقهاء في هذه المسألة لكن نصيحتي وواقع الحال يدل أنه إن أتيحت الفرصة قد لا تتاح بعد ذلك صحيح فلا تؤجل هذا مسارع لإبراء الذنة والله أعلم نسأل الله أن يرزق جميع المسلمين آمن نسأل الله أن يرزق دكتور سائل يقول وهذا حصل منذ أيام سمعنا عن مثل هذه الحالات يقول شخص واجب عليه الحج لاستطاعته فتعرض لعملية نصب وذهب ماله بشكل عام أو مال الحج بشكل خاص فهل يبقى الحج واجبا في ذمته تقوم دكتور بعض ضعاف النفوس يقولون نحن نقوم بالتسجيل على الحج وهم عبارة عن عصابات يعني هو الحج ابتداء إذا كان حجة الفريضة واجب يبقى في ذمته إلى أن يتيسر له لكنه معذور إذا كان فعلا المال الذي رصده للحج قد سرر بعضهم دفع دكتور أو ذهب هذا هو يعني إذا فاته المال الذي يريد أن يحج به هو معذور الآن لأنه لم يعج مستطيع لكن يبقى أصل الوجوب قائما باعتبار أنه مخاطر ويعلق هذا على الاستطاعة مرة أخرى أيضا والله أعلم سائل يقول دكتور أيهما أفضل أذهب للحج أم التصدق للمحتاجين أهل أحج الفريضة لا أذها مطلوب إن استطاع يعني وجد القدرة لتكاليف الحج وطبعا في الحديث ما هي الاستطاعة قال الزاد والراحلة الآن نقول إحنا الزاد أو النفقة ووسيلة السفر وأجرت وسيلة السفر وتأشيرة يعني في أمور أخرى الآن أصبحت كلها يعني متطلبات لابد منها حتى نقول للنسان يستطيع أن يذهب إلى الحج إذا كان تهيأت له أسباب الذهاب إلى الحج ولم يحج من قبل هذا حج فريضة العمر يجب عليه أن يسعى الصدق باب واسع لكن متى نقارن أخي في الأناس يكررون الحج المرة الثانية والثالثة والرابعة الآن نقول وصدرت فتاة في هذا عن لجنة الفتوى في رابطة العلماء السوري قبل سنوات وتأكدت هذه الفتوى أيضا فتوى مشابهة عن لجنة الإفتاء في المجلس الإسلامي السوري أنه في هذه الظروف من كان قد حج من قبل فإن فاق المال في خدمة الأهل ومساعدة الناس المنكوبين والمصابين والمشردين في بلادنا أولى من حج النافلة أولى من حج النافلة أنت تطلب الأجر الأجر يزداد حيث تزداد الحاجة أنت هناك تسعى في منفعة شخصية نعم هي عبادة فيها من حظ النفس لكن هنا منفعة لعباد الله والحاجة قائمة وملحة بل نستطيع أن نقول أن القضية هنا مساعدة هؤلاء ليست مجرد صدق بل هي واجب من كان مستطيعا أن يقوم بشيء من سلحادة إخوانه وأهله وظل هذه الظروف الصعبة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بأهلنا وأن يفرج وأن يرفع الغمة ويهلك الظالمين ضروف صعبة تحتاج إلى مساعدة وعلى المسلم أن يقدم هذه المساعدة ليس فقط من باب الزكاة الحديث الآخر إن في المال حقا سوى الزكاة وهذا سبحان الله ينطبق في مثل هذه الضروف يعني ليس له أن يقول أنا أخرجت زكاة مالي وأنا حر إلى أن أذهب إلى الحاجة أو أذهب سياحة أو كذا من حيث المبدأ نعم له ذلك لكن في واقع آخر في واجبات شرعية أخرى يعني مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم الله أكبر قالوا حتى لو كان أخرجت زكاة أخرجت زكاة طيب لك جار جائع لا يعفه ذلك لا يعفه ذلك فالآن مع وجود هذه الحوائج وهذه النكبات وهذه المصائب وهذا التشرد وهذا النزوح الحاجة أولى أو سد هذه الحاجة أولى من حج النافلة والله أعلم سائل دكتور يقول ما هو حكم الحج لمن عليه دين وهل يجوز له أن يستدين لأداء الحج؟ يعني خلنا في الشق الأول من كان عليه دين إن كان هذا الدين أو سداد الدين ينقص المال الذي رصده للحاج هذا أصلا لم يخاطب يعني لم يخاطب في تلك السنة لأنه لم تتحقق عنده الاستطاع وأداء الدين أولى الله سبحانه وتعالى قد يغفر ويسامح في حقه لكن لا يسامح في حقوق العباد وأنت ستسأل يوم القيامة عن هذه الحقوق قد يقال هنا أن هناك ديون مؤجلة يعني إنسان اشترى شقاء بالتقصيد اشترى سيارة بالتقصيد في هذه السنة أنا سددت أقصاط هذه السنة وعندي الآن مال يكفي للحج أقصاط السنة القادمة نطرح السؤال التالي إذا أنفق المال الذي عنده للحج هل يستطيع أو له مورد يضمن من خلاله أو يغلب على ظنه أنه يستطيع سداد ما بقي من الدين في السنوات القادمة كان كذلك فلا حرج أما إن كان هذا المال الذي رصده هو سيسدد به الدين لا نقول له سداد الدين أو لا أو في احتمال آخر أن يستأذن من صاحب الدين جميل دكتور اسمح لنا بفاصل ثم نواصل حديثنا معكم إن شاء الله أعزائي المشاهدين فاصل قصير ابقوا معنا وانتظرونا أهلا بكم مشاهدينا في القسم الثاني من هذه الحلقة من برنامجكم فاسألوا أهل الذكر نرحب من جديد بضيفنا الدكتور أحمد سعيد حوى حياكم دكتور أهلا ومرحبا منكم دكتور كنا نتحدث عن الحاج الذي يود الذهاب إلى الحاج لكنه يعني عليه دين مدين يعني قلنا الدين له أولوية لكن إن كان الدين مؤجل ويغلب على ظنه إمكانية السداد فلا حرج طرحنا الآن صورة أخرى أو احتمال آخر أنه قد يعني لا يجزم بإمكانية السداد في السنوات القادمة قلنا بإمكاني أن يستأذن من صاحب الدين فإن أذن له فلا حرد في ذلك بمعنى أن صاحب الدين أصبح يتوقع أنه في السنة القادمة في إمكانية سداد أو عدم سداد ومع ذلك هو أذن لهذا الإنسان أن يذهب إلى الحاج فلا حرد في هذا هذا يقولنا إلى جواب الشق الثاني أنه هل يجوز للإنسان أن يستدين للذهاب للحاج؟ أول شيء نحن نقول الله سبحانه وتعالى لم يكلفك أن تستدين للذهاب للحاج لكن سبحان الله بعض الناس يعني يتهفوا نفسه وأنا أظن كل مسلم يعني يتشوق لزيارة البيت العتيق بعد هذه الفريضة وربما يظن أنه تتاح له فرصة الآن قد لا تتاح في المستقبل العبرة هنا أن يجد من يقرضه ويصبر عليه فإذا جاء الإنسان قال أنا أريد الدين لذهاب الحاج ورضي أن يقرضه لأجل هذا فلا حرد وإذا ذهب فعلا وحاج بمال استدانه فقد أدى الفريضة وسقطت عنه وعليه بعد ذلك أداء هذا الدين لأصحابه جزاكم محمد دكتور سائل يقول أنو الذهاب لحج بيت الله الحرام فما هي أفضل العبادات التي يتقرب بها إلى الله هناك سواء في مكة أو البدن يعني هي باب العبادات واسع أخي الكريم والحج من هذه العبادات لكثار من الذكر في الحاج مطلوب كثار من الدعاء ورد في الحديث أفضل الحج العج والثج قال المرابه رفع الصوت بالتلبية والدعاء والثج راقت الدماء أو لتقديم النسوك والذبح إن استطاع طبعا طبعا في أنواع من الحج الحج القارن والحج المتمتع سنتحدث عنها إن شاء الله في سبا عليه دم الحج المفرد ليس عليه لكن حتى المفرد يندب له إن استطاع أن يذبح يعني يصير حكمه حكم الإنسان المقيم الذي يضحي في هذه الأيام فإراقة الدماء لها أجرها اكثار الذكر والدعاء له أجره الطواف بالبيت أيضا حتى غير الطواف الذي هو جزء من أعمال الحج أو جزء من أعمال العمرة له أن يطوف طواف منفرد طبعا كل طواف سبع أشواط ويصلي بعدها ركعتين هذه عبادة أيضا ويكثر يعني ما استطاع من الذكر والدعاء إن وجد حلق العلم مجالس العلم يحرص عليها أيضا وخصوصا إن كان يحتاجوا لتصحيح عبادته إنه للأسف وجدنا يعني كثيرين يخطؤون أخطاء أحيانا تمس الأركان ولا يدري يرجع وهو لا يدري أن الحج لم يكتمل بالنسبة له أو وقع في خلل يرتب عليه الجزاء أو ما إلى ذلك فينبغي الحقيقة أن يحرص أيضا على حلق العلم ومجالس العلم بذنات فيما يتصل بأحكام النسوك وهذا سنة النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا يعلموا أصحابه يوما بيوم كل يوم يحكي لهم ماذا عندنا غدا إنا نازلونا غدا بخيف بني كنانا وشرح لهم فالنبي عليه الصلاة والسلام كان هو القدوة أنا أقول بالذات اللي يخرجون قوافل نحرص على العبادة والصلاة ونحرص أيضا على مجالس العلم التي تفق هنا بأحكام هذه العبادة وهذا النسوك جميل السؤال الآن دكتور يقول السؤال أيهما أفضل وأكثر أجرا الحج مفردا أم قارنا أم متمتعا يعني هو لا شك أن اجتماع نسوكين أفضل من نسوك النسوكين إما أن يكون قارن أو متمتع قد يقال إن الأكثر مشقة أكثر أجرا ومن هنا قالوا القارن بأنه سيبقى محرما طيلة المدة دكتور بتعريف بسيط ما هو الفرد بين هذه القارن ينوي من البداية العمر والحج فيحرم بهما ويبقى محرما إلى أن ينتهي من أعمال الحج المتمتع ينوي العمر ابتداء ثم يتحلل منها بعد أن ينهي أعمالها ويبقى أياما في مكة متحللا ثم يحرم للحج من مكة كأهل مكة من بيته من سكانه ففيها رخصة أيضا في التمتع لكن قارن والمتمتع فيهما دم المفرد ليس عليه دم بعض الناس قول أنا ما عندي قدرة فأريد أن أحرم بالحج مفردا لا حرج في ذلك لكن كان السؤال عن الأفضلية السؤال يرجع إلى معرفة نوع حج النبي صلى الله عليه وسلم جميل هل حج النبي مفردا هل حج النبي قارنا هل حج النبي متمتعا طيب لماذا لم يتحلل للنبي صلى الله عليه وسلم بين أعمال العمر وأعمال الحج فيها أكثر من جواب قيل لأنه ساق الهديا والذي ساق الهديا لا يتحلل حتى ينحر هديا وهذا ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام على كل اللي العلماء فيها أقوان من أجمل ما قرأت الملة على القارئ الفقيه الحنفي الأثري يعني المتمسك بالسنة يقول نظرنا في الأدلة الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم وهم يصفون حجة النبي صلى الله عليه وسلم فوجدنا ثلاثين رواية قال عشر رواية تقول إنه حجة مفردة وعشر رواية تقول إنه حجة متمتعا وعشر رواية تقول إنه حجة قارنة صلى الله عليه وسلم الشاهد في الأمر أنه كأنه يعني لحكمة أراد الله سبحانه وتعالى أنه قد لا نستطيع أن نرجح وبالتالي يترك الأمر لحالات الناس واستطاعتهم ومن كان قادر على الدم يتخير بين القارئ بين القران والتمتع من لم يكن قادرا يحج مفردا الآن القادر على الدم يتخير بين القران والتمتع ويراعي حاله قد يكون من الناس أحد ذهب منفردا ليس معه مرافقين ولا أهل ولا زوج ولا أحد وما عنده مشكلة أو مشقة لو بقي محرما أقول له حجة قارنا لكن إنسان قد يتعب يمرض كذا معه مرافقين أنا أنصحه أن يحج متمتع فيها رخصة وحتى المشرفين الذين يذهبون في حملات ورحلات التمتع حقيقة فيها رخصة خذ بالرخصة أيضا كذلك للإداريين مثلا فأنا أقول كل إنسان يقدر حاله وظرفه ويعمل بما يرى أنه ناسل وظرفه وكله المأجور إن شاء الله تعالى يعني روية لي أن أحد الأشخاص في حج العام الماضي سأل أحد المشرفين على المجموعات فقال له أي الأنواع أكثر أجرا فأجابه المقبول عند الله ناسل الله القبول ناسل الله القبول دكتور السائل يقول ما حكم الحج عن الوالدين الذين ماتوا ولم يحجاه وهل الورثة ملزمون بدفع التكاليف من التالك هل لا يجب أن نعرف هل ملك الوالدان القدرة المالية يعني هل الآن في حال يعني كانت عندهم تلك ولم يوصيها أنا بهمني ملك المال في موسم الحج هل جاء موسم الحج وكان واحد منهما أو أحدهما قادرا فعلا طبعا القدرة بعض الفقاه يقول القدرة البدنية والمالية بعضهم يقول القدرة المالية بمعنى أنه إذا لم يستطع الذهاب هو بنفسه لعذر بدني يوكل ويرسل من يحج على حسابه صحيح الآن إذا مات وما ترك مالا ولا نعلم أنه كان يملك الحج أصلا ما واجه لكن لك أن تتطوع بالحج عن أبي لك أن تتطوع بالحج عن أمك بشرط أن تكون قد حججت عن نفسك أولا أنا ما بحج عن غيري حتى عن والدي الحج غير لا يصح لا يصح إلا أن يكون قد حج عن نفسك يحج عن نفسك ثم يحج عن من شاء ويهبها لمن شاء الأمر واسع أما إن كان ترك فعلا مال هنا يأتي السؤال الثاني هل يجب الحج عنهما بوصية أو بغير وصية بعض الفقاه يشترط كالحنفية مثلا أن يكون قد أوصى قال إذا أوصانا أن نحج عنه نحج طيب إذا هو ما أوصانا إحنا ما نمو المكلفين أن نتعبد الله عن غيرنا حتى لو كان والد أنا أمي للأرأي الجمهور في هذه الحالة ويرون أن هذا الحق مقدم على حق الورثة أنه مات فلان وعنده مال ولم يحج قالوا نحج عنه ونأخذ هذا المال من رأس مال التركة وبعد ذلك نوزع هذه التركة لو فرضنا إنسان مات ولم يترك مالا الأبناء ليسوا منزمين أصلا بالحج عنه لكن لو أن واحد منهم تطوع وحج عن أبيه وكان قد حج عن نفسه تصح الحجة عن أبيه أبو دكتور يعني هو لو أوصى ولم يكن لديه مال يعني ما ترك ترك؟ لا يلزمهم لا يلزمهم لا يلزمهم أنت توصي بشيء لا تملكه إذا أوصاهم ولم يترك مالا لا يلزمهم لكن نحن نوصي أخي في هذه الحالة الأبناء من باب البر بأبيه هو تحقيقا لرغبته ويعني ليلحقوا أجر وثواب هذه الحجة إن كانوا قادرين إن كان أحدا منهم قد حج من قبل أن يحجوا عنه بالمناسبة من حج عن غيره يكتب الأجر للحاج ولموصي بهذه الحاجة يعني يكتب الأجر للاثنين أيضا إن شاء الله جميل جدا دكتور السائل يقول ماذا أو سائلة تقول ماذا تفعل الحاجة فيما لو جاءتها العادة صباح يوم عرفة أو خلال اليوم أنا في يوم عرفة ما في مشكلة المشكلة عند المرأة في بعض الأعمال التي تحتاج الطهارة مثلا إذا فرضنا أنها ستحج حجا مفردا أو بنية الإفراد عندها طواف القدوم هذا سنة يسقط ما في مشكلة تذهب مع الناس إلى عرفة ومزدلفة وميناء هذه الأعمال لا تحتاج لا يشترط فيها هذه الطهارة وبالتالي هي أحرمت إحراما صحيحا وجاءت إلى عرفة والركن الأبرز عرفة والركن الثاني البارز هو طواف الإفاظة طواف الإفاظة يحتاج إلى طهارة هنا ننظر هل هناك متسع من الوقت وقت القافلة يسمح أن تنتظر هذه الأخذ حتى تطهر ثم تطوف ثم تمضي القافلة أما أن القافلة ستمشي قبل ذلك يعني صاروا يفتون الآن بأقوال في مذاهب أخرى ومثل قول بنتيمية رحمه الله يعني هناك من يفتي بأنها تطوف عليها فداء وجزاء هناك من يقول وهذا قول يعني بنتيمية رحمه الله أنه ليس عليها شيء لهذا المستطاع هذا الذي حضر نحن ممكن ننصح طبعا الأدلة تشهد أنه لا في تشديد في الأمر عائشة رضي الله عنها أتاها الحيد في الطريق قبل أن تصل إلى فقال لها النبي طبعا هي كأنها أشفقت على نفسها أنه سيفوتها الحد أو كذا فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم شوف له العبارة واضحة افعلي ما يفعل الحاد غير أن لا تطوفي بالبيت فدل على أن الطواف معلق على شرط الطهارة دخول وبالتالي تؤخره طبعا طواف القدوم يسقط لأنه سنة لكن يبقى طواف الإفاضة لأنه ركن أو طواف الزيارة كما يسمى فهي تؤخر هذا الطواف إن كان معها ساعة من الوقت لا وجدنا أنه القافلة ستمشي ولم تطهر عند ذلك يمكن أن نأخذ بالأقوال الأخرى الآن يمكن أن ننصح بأسلوب آخر وأنا لا أفتي به لغير الحد والعمرة وهي أدوية تأخير الدورة يعني يلجأ إليها بعض النساء أو تلجأ إليها بعض النساء في رمضان أن لا أنصح في ذلك لكن للحج والعمرة يمكن أن تلجأ إلى هذا بعد استشارة الطبيبة كيف ومتى وكم تأخذ من الدواء لتأخير الدورة بحيث تضمن أنها تؤدي النسك بكامل أعماله قبل أن تأتيها الدورة يعني هذا قد يكون مخرج أيضا يزاك الله خيرون دكتور للأسف دهمنا الوقت بنصف دقيقة ماذا يسن لغير الحاج في يوم عرفة يعني يسن طبعا ورد في الأدلة الاكثار من الذكر والتكبير والتسبيح والدعاء والاستغفار هذه كلها كما تسن للحاج في عرفة تسن أيضا لغير الحاج في بلدي ويسن صيام يوم عرفة لغير الحاج الحاج يعني لم يطالب أو لم يندب له صيام يوم عرفة حتى يتفرغ لأعمال ذلك اليوم أما غير الحاج يعني كأنه يتشبه بهم بالذكر والدعاء وما إلى ذلك ويسن له صيام ذلك اليوم إن استطاع جزاكم الله خيرا دكتور وشكرا الله لكم على حضوركم وإياكم الله وكرا لكم بارك وأنتم أعزائي مشاهدين نشكر لكم حسن متابعتكم وإصغائكم نذكركم أنه بإمكانكم إرسال أسئلتكم واستفساراتكم من خلال منصات الظاهرة على الشاشة أمامكم نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أسألوا أبل الذكر إن كنتم لا تعلمون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر